نظرا لأنه في صراع كبير يعني بعض يريد أن يعيد الأئمة إلى الأصل العربي لأن هذا يزدهم قيمة ويزدهم سلطة لكن بعض الكتب حققت فيهم وقالوا أنهم من الموالي يعني الموالي هم العبيد أو العبيد المحررون فكانوا يسموا الموالي فأبو حنيفة يقال أنه الثلاث مداهب هم من الموالي يعني حتى نكون واضحين فقط ابن حنبل اتفقوا على أنه من أصل عربي لكن البقية قالوا من الموالي ونشوف أثناء هذه الحلقة أنه في خلاف هذا الأمر وفي صراع وسبب حزازات وسبب مشاكل كتيرة المهم أبو حنيفة يسمى الإمام الأعظم الإمام الأعظم ولذلك هو مدفون في بغداد ويسمى حي الأعظمية بناء على مزاره الإمام الأعظم أكبر الأئمة ممكن أن نقول أبو حنيفة ماذا قال عنه علماء الإسلام نحن أكبر المداهب الإسلامية أبو حنيفة أعظم المداهب الإمام الأعظم تتخيل أنه ستجد كلمات في حق هذا الرجل يعني لا نزاع في عظمة هذا الشخص بين علماء الإسلام يفاجأ الشخص أن المسلمين أو نصف العالم السني يأخذ دينه عن هذا الرجل طيب من هو هذا الرجل؟ ماذا قيل فيه؟ كيف وصفوه؟ خلينا نقرأ وده مش من عنده؟ ده من الكتب الإسلامية سفيان الثوري قال عن أبي حنيفة قال استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين يعني ده واحد كفر مرتين ده مش كلامي والمراجع محتوطة لمن يريد الرجوع إليها قال أيضا استتيب أبو حنيفة من كفره مرتين من كلام جهم ومن الإرجاء المرجئة هم فرقة يقولون لا يكفرون أي واحد مسلم حتى مرتكب الكبير يقولون حسابه عند الله مادام يشهد أن لا إله إلا ما فيش أي مرجئة الإرجاء يعني يقابلون ربهم يوم القيامة ويحسبون على هذا الأمر أبو حنيفة استتيب من كفره مرتين استتيب أبو حنيفة من الأمر العظيم مرتين هكذا قال علماء الإسلام أكبر مؤسس أكبر مذهب إسلامي وأقدم مذهب إسلامي كفر مرتين كفر كفر مرتين استتيب من الكفر مرتين هل يعقل أن المسلمين يأخذ تخيل لو كان المسيحيون ما أنا أريد أن أعكس الأمر تخيل لو كان المسيحيون يأخذون دنهم عن شخص كفره مش من أعداءهم لا من علماءهم ده مش من أعداءهم خلي بالك أنه من علماءهم سفيان الثوري ده ده واحد يعني خلاص يعني واحد من أعمدة الإسلام أو من أعمدة الإسلام السني فإذن كيف سينظر المسلمون المسيحيين لو كان بطرس تم تكفيره أو مرقص تم تكفيره أو أي واحد من هؤلاء نقرأ أيضا هذه الكلمات في حق أبي حنيفة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد المهم حتى نختصر السلسلة قال أبو عون نبئت أن فيكم صدادين يصدون عن سبيل الله يعني اتنين بيصدوا عن سبيل الله قال سليمان بن حرب وأبو حنيفة وأصحابه ممن يصدون عن سبيل الله يعني أبو حنيفة صنف من علماء الإسلام أنه واحد من أكثر الناس اللي بيصدوا عن سبيل الله في المعرفة والتاريخ أيضا نوعية